أحوال جوية غير مستقرة منتصف الأسبوع الحالي والتفاصيل بعد هذا الفاصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مساء الخير يتوقع أن تتأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة يومي الاثنين والثلاثاء تتسبب بهطول زخات من المطر في مناطق عشوائية من المملكة بحيث تشمل مناطق دون الأخرى بمشيئة الله ويتوقع أن يكون التقص باردا نسبيا بوجه عام نهارا في أغلب المناطق ولطيفا في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهورا لكميات من الغيوم على ارتفاعة مختلفة أما خلال ساعات الليل فيكون التقص باردا في مختلف المناطق مع تشكل للضباب في ساعات متأخرة من الليل والصباح في بعض المناطق وبخاصة جنوب وشرق المملكة وتشمل بذلك أجزاء واسعة من البادية والسهول الشرقية وتؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية نتمنى السلامة للجميع في حال أردتم ألمزي من المعلومات يمكنكم زيارة موقع وتطبيق تقص العرب دمتم في أمان الله النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر يونيغارد العزل المائي اعزل صح شاهي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر